في المقطع السابق درسنا ثلاث دوال هي الصين والكوزين والتان في هذا المقطع هندرس مقلوب هذه الدوال وبالتالي هنتج لي ثلاث دوال أخرى اللي هي الف وفي سيكش بسوي كو سيك اكس اختصارا بسميها أو بكتبها سي اس سي ليه؟ لأن لو أخذتها أول ثلاث حرفة ديني كوزين وأنا أخذتها قبل كده فبيسموها بتتنطق كو سيك لكن تكتب سي اس سي اكس اللي هي مقلوب مين؟ مقلوب الصين طيب أجيب مجالها إزاي؟ سهلة أنا عارف البص ده كسيرة حيود مجالها آر والمقام ده اللي تصين مقامها آر يبقى اسمته هو التقاطع مع عدد أصفار المقام التقاطع هيبقى آر وأصفار المقام إن باي حيث لإن عدد صحيح وبالتالي يبقى المجال بشكل قدامنا ده الرينج بياخد من سالب ما لا نهاية لسالب واحد اتحاد من واحد لما لا نهاية يعني الفترة المغلقة من سالب واحد لواحد مش موجودة معايا هذه الدلة دلة فردية وقلني يعني إيه دلة فردية؟ متمثلة حوالي نقطة الأصل إن كل دلة فردية متمثلة حوالي نقطة الأصل الدلة دي دلة دورية ودورتها 2 باي لما أجي أرسمها قيمتها طبعا بجيبها إن أنا بجيب قيمة الصين وقلبها أو أقول إن هي بتساوي الوطر على الدلع المقابل الرسمة بتاعتها حوريكو بس حقيقة كده ده كانت الصين يبقى المقلوب بتاعتها هيبقى ده يتقلب يبقى الفوق كده وده يتقلب يبقى التحت كده وهكذا بقى وبالتالي هلاقيها عبارة عن حاجة بالشكل ده كده القاعدة كله هو الواحد ومن تحت سالب واحد يبقى الفترة بتاعتك أو المدى بتاعي من واحد إلى ما لا نهاية ومن سالب واحد إلى سالب ما لا نهاية تحت رسمة ناخد الرقم 5 اللي هي مقلوب الكوزين أنا بسميها سك سك اكس وقمتها بجيبها بمعلومية الكوزين والسك مجالها R معدى أصفار المقام اللي هي ايه اللي تخلي الكوزين بصفر والمجال بتاعها نفس الكلام من سالب ما لا نهاية لسالب واحد اتحاد من واحد لما لا نهاية على فكرة الفترة دي أقدر أكتبها R معدى الفترة من سالب واحد إلى كيام إلى واحد الدلة دي دلة زوجية متمثلة حوالين محور واي ويعني ايه عارفنا عن ايه دلة زوجية ان انا لو شلت كل اكس وحطت ما كانها سالب اكس تفضل الدلة بدون اي تغيير دلة دورية دورتها 2 باي قيمتها أقدر أجيبها بمعلومية كوزين أو أقدر أقول ان هي الوطر على المجاور الرسمة بتاعتها هتبقى نشوف بس الكوزين كانت حاجة بالشكل ده كده فده هتقلب نفسها يبقى من فوق تقلب لفوق والجزء اللي تحت يقلب لتحت يبقى لفوق تقلب لفوق بالشكل ده كده والجزء اللي تحت ده يقلب لتحت بالشكل ده كده وهكذا هتلاقي كل ده من واحد لمالة نهاية والجزء ده من سالب واحد الى مالة نهاية وده تبقى دلل خمسة دلل ستة اللي هي مقلوبة تان بسميها كوتان وبكتب سي أو تي اللي هو أول ثلاث حروف والكوتان اللي هي مقلوبة تان كوزين على صين مجالها مجال البسط تقاطع مجال المقام معدل أصفار المقام يبقى بالشكل اللي قدامنا ده الرينج بتاعي أو المدى بتاعي هو آر دلل فردية ليه فردية؟ لأن اللي فوق زوجي واللي تحت فردي يبقى كأنها موجب على سالب تديني سالب ده اللي دولية دولتها باي أجيب قيمتها عن طريق التان أو عن طريق الصين والكوزين أو عن طريق أن أنا بقسم الضلع المجاور الضلع المجاور على المقامل الرسمة بتاعيتها هتبقى عكس رسمة التان لو تفتكروا التان كانت كده وهكذا نقل بالكلام ده نحصل على رسمة الكوتان ترجمة نانسي قنقر